السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم في صحفي هذا الفيديو الجديد الخارجية الامريكية في شخص المتحدث الرسمي باسمها نيت برايس توبخ محمد السادس شخصيا وباسمه هل انا قد بلغت في العنوان ولا في الكلام اللي كنقوله غادي نشوف من خلال الخبر اللي غادي نجيب لكم وفي نفس الوقت غادي نسمعوا بالصوت وبالصورة الفيديو ديال المتحدث الرسمي للخارجية الامريكية نيت برايس هو نفسه اللي كان جاوب في المرة السابقة على واحد السؤال دي الواحد الصحفي اللي سولوا على الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على الصحراء فأجاب بكلمة واحدة فقط نوشانج يعني لا يوجد تغيير هذه الكلمة لا يوجد تغيير تم البناء عليها من خلال العديد من الصحف المغربية لتضخيم الحادث وليستنتاج أشياء لم يقولها ولتجنب بعض الأشياء الكثيرة التي قالها التي تفيد أن أمريكا مع الحل الأممي داخل رضاهات الأمم المتحدة لفك النزاع داخل الصحراء وتحدث عن وجود طرفين بالرغم من أن الإنسان عندما يعترف لك بالسيادة الكاملة على الصحراء يعني بمجرد أن اعترفت لك بالسيادة الكاملة فهذا يعني أنه لا يوجد طرف آخر أنتهو ملشي ولكن عندما يتحدث عن أطرافه عن طرف آخر وفك النزاع وإيقاف العنف فهناك طرف آخر هذا الطرف الآخر الذي تجنب الإعلام المخزني الحديث عنه المهم الخبر يقول أن الولايات المتحدة تنتقد المغرب بعد الحكم بسجن الصحفي سليمان الرسوني كنا تابعنا الحكم الجائر الظالم الخروقات التي شابت هذه المحاكمة ما شي خروقات فقط بل هي مجزرة حقوقية مجزرة قضائية تم ارتكابها داخل المغرب واشنطن القدس العربي انتقدت الولايات المتحدة الاثنين حليفها المغرب لأن المغرب يعتقد أنه شارك في المناورات أنه حليف أمريكا غا يبقى غادي 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 يعني مستمرا في ديكتاتوريته مستمرا في قمعه يفعل ما شاء بالصحفيين وحنا لاحظنا أن جميع الصحفيين الذين يعارضون النظام أو يعني يتطرقون لبعض المواضيع اللي كتبين الفسادة دي المحمد السادس أو الحاشية ديال الشعب المغربي يتم اتهامهم مباشرة بتهم جنسية هجر الريسوني تهم جنسية سليمان الريسوني تهم جنسية عمر الراضي تهم جنسية توفيق بعشرين تهم جنسية كلهم القاسم المشترك بينهم هو أنهم صحفيين وهو أنهم قلم حر لا يخشى في الله لو ما تلائم ولذلك تم اتهامهم بتهم جنسية يعني كل واحد يلبسوا على قد قياسه لإصداره حكما بالسجن خمس سنوات على الصحفي وحثت المملكة على حماية حرية الإعلام وقالت وزارة الخارجية أنها أصيبت بخيبة أمل هذا هو الحليف ديانا وأمريكا يعني تضق آخر مصمار في نشي الجزائر أمريكا تضق آخر هذه العناوين التي يتم استعمالها واستخدامها داخل الصحف الصفراء المخزانية الصحفة المغربية التي أصبح مسيطرا عليها تماما ولم يعد هناك مكان لأي قلم حر ولا شي صحفي ممكن يخرج على القطيع أصبح قطيع من الصحفيين المستأجارين الذين يسبحون بحمد موسى أحمد السادس وبحمد الحموشي يعني صباح مساء رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المنحلة وقالت إنه استهدف بسبب تغطيته الانتقادية هذه الخارجية الأمريكية تتكلم فهل للناس المطبلين دار البخار الرمضاني والسليمي وجميعهم دوك الرباع دي المطبلين أصبع أصحاب العناوين الرنانة دي المغربي يدمر المغربي قلب الطاولة المغربي يزلزيل المغربي ما عرفت شنو كيد يرقاع فهل لهم أن يتطرقوا هذا الموضوع وبكل مصداقية وموضوعية وبكل حياد ويقولوا بأن الخارجية الأمريكية وبخت محمد السادس ووبخت المغرب وأعلنت أنه لا يفي بوعوده على المستوى الحقوقي وأن ما يمارسه ديكتاتوريا في حق الصحفيين وفي حق الأشخاص المعارضين أو من يعبرون عن أرائهم فينه هو الملك خط الأحمر فأتينا اليوم بالكلام الموضوعي لكي تناسب مع هذا الخبر فالمدة الأخيرة طبلتم لأمريكا أنها وقفت في صف المغرب وكذا وكذا فهذا الخبر نبغيكم تجيبه هو الرسول الذي فقد كبيرا كثيرا من وزنه بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من 90 يوما أدين بالاعتداء الفاضح على رجل آخر شيء نعرفه وكان نعرف أنه ملف ملفق لن نتطرق لهذا الموضوع مما يجعله الأحدث في سلسلة من الصحفيين الذين تمت مقاضتهم بتهم ارتكاب جرائم جنسية وقال المتحدث في وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين باعتكام جرائب وتتعارض معيش مع وعد دستور محمد السادس وأجندة إصلاح جلالة المالك محمد السادس يعني هو من قال جلالة المالك يعني محمد السادس يعد بأشياء في خطاباته وفي دستوره والأجندة التي أعلن عنها وهذا رأي يعد ثاني إنذار من طرف أمريكا للمغرب خصوصا بعد اللقاء الأخير لكلمة بين بوريطا والوزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين والذي أشار فيه إلى الخروقات التي يرتكبها المغرب في حق الصحفيين وفي حق الأفراد وفي ميدان حرية التعبير هناك عدة ملاحظات أشار إليها أنتوني بلينكين والمرة الثانية هنا يشير نيت برايس إلى نفس النقطة بعد هذا الانتهاك الصارخ والفاضح لمحمد السادس وقضائه فهنا كنشوف هنا ذكر محمد السادس أن ما يقوم به مخالف لما يعد به أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس بطبيعة الحال التوبخ يكون بأسلوب ديبلوماسي ولكن الرسالة موجهة لأصحابها أمريكا ما عندها واحد ديبلوماسية لا تتكلم بمنطقة المخزن ولا تتكلم بلغة المخزن ندمر ونزعزع والعدو والجار العدو وكذا وكذا هي توجه انظارات واضحة وصريحة مثل هذه وقال إن حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مظاهرة وأمينة ويجب على الحكومات ضمان أن يتمكن الصحفيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاهتمام الظالم الاتهام الظالم أو العنف أو التهديدة يعني انت منك تقضي على الصحفيين منك تقضي على المعارضين منك تخليش المواطنين يعني يقدموا شكاوى ديالهم ضد المفسدين فأنت شنو كتدير بهذا البلاد هذي ولا فين بغي توصل هذا البلاد هذي يعني تقمع جميع الأصوات وكتخلي الحرية لك لأن تفسد في الأرض ستمنعك من فسادك انتك تقطع معها صحفي كيتكلم حي دوم طريق مواطن دخلوا الحبس واحد نشرط دوينة كي يعتارد على الأوضاع المزرية التي نعيشها في المغرب دخلوا الحبس ونهتم دائما بالجزائر والعطش في الجزائر وحليب في الجزائر وكأننا عندما يعني كنمشي وكنجيبوا المشاكل ديال الجزائر وكنبقوا كنستفوها ونغرقوا المواقع الإخبارية بمشاكل الجزائر زيما هذا كشير دليل على أننا في تقدم وازدهار يعني هذا فقط مخدر يتم إعطاؤه للقطيع الذي يستهلكه والذي يتلقفه أي واحد طحف هذا الطعم طحف هذا الطعم فهو يعتبر من القطيع وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تثير أيضا مع المغرب قضايا أخرى للصحفيين بما في ذلك قضية عمر الراضي يعني جميع القضايا الحقوقية فهي يتم تتبعها من طرف الحليف ديال المغرب الذي يعتبر حليفا بين خوصين في حين أن المغرب هو البيضق ديال الولايات المتحدة الأمريكية في الحبس الانفراضي بتهمة الاعتداء الجنسي وتقويض أمن الدولة والمغرب حليف قديم للولايات المتحدة التي اعترفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بمطالبتها بالصحراء الغربية المتنزع عليها بعد أن وافقت المملكة على التطبيع بعد أن وافقت المملكة على التطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني نشوف الفيديو شنو كيقول أها أول الكلام هو أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تشعر بخيبة أمل يعني تشعر بخيبة الأمل من الحكم الجائر الذي طال الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات يعني الكلام هنا يتحدث على أن الريسوني شابت محاكمته عدة خروقات يعني ما كانت هناك واحدة محاكمة عادلة وفي نظر الولايات المتحدة الأمريكية فهذا يتعارض مع الالتزامات والوعود التي تقدم بها المغرب يعني المغرب كما كيكذب على المواطنين دياله وعلى الشعب دياله فالمغرب يكذب حتى على المنتظم الدولي فما يمكن أنك يعني كتحاول في نفس الوقت تكون فاسد وتحميل الفساد ديالك وبغي تبان في أعين الدول الديمقراطي وفي أعين المنتظم الدولي لأنك ديمقراطي وتحترم الحريات وكتوفر لأشخاص حرية التعبير فما يمكن فإنت يا إما الديمقراطي وتسمح للأشخاص وتسمح للصحفيين أنهم يعبروا للأراضي أنهم يفضحوا الفساد كما أرادوا وتحارب معهم الفساد وإما فأنت تمارس الفساد وعندما تمارس الفساد وتحميه فضروري ما يمكن تخبيدك شي خصوصا في عصرنا في عصر الأنترنت مهما وصلت قدرتك ولا مهما وصل تحكمك على جميع مصادر القوة والسلطة والإعلام وأي حاجة يعني فضروري أنت مرتابط بدول أخرى مقامعها اتفاقيات داخل الأمم المتحدة ومرتابط يعني بالولايات المتحدة ودول ديمقراطية وكتجبد معها مشاكل إضافة إلى ذلك فهذه الفرعة النظام المغربي ودي الملك محمد السادس فيجب أن يوضع لها حد وسيوضع لها حد بإذن الله وهنا يتحدث هنا على تناقض التي تحدثنا عنه في الخبر علشان ندوز الخبر ودوز الفيديو يعني باش ما يقول لك شك تجيب أخبار أو مصادر لحق شنو مماش بتجيل لهذا الناس من أخبار دائما يعترضون أنتم الجرائد لكم ما أردت من أن تجيب ها لا يمكن أن نعتمد على الجرائد المغربية التي لا تفعل شيئا سوى التطبيل للنظام المغريبي يعني أي حاجة تعرف على المغريب وتعرض المغريب وتشوف الفساد الذي واقع في المغريب على حقيقته فدائما الأخبار تجينا من خارج المغريب من فرنسا من إسبانيا من وسائل إعلام أمريكية إنجليزية هولندية يعني حتى هذا الخبر هذا ضروري من أماكن أخرى للمشاكل التي يعيشها القصر وصرقة التروات يعني كلها المصادر أجنابية لأن الإعلام المغريبي أي واحد صحفيين اللي كانوا يشيرون إلى هاتهن قد تم تزج بهم داخل السجون خصوصا عمر الراضي خصوصا بو عشرين هاجر الرسوني عفاف برناني شكل يبقى سليمان الرسوني هو الأخير تم الحكم عليه يعني فالمصدر الوحيد اللي ممكن أننا ثقة فيه خصوصا أنه ما تبقى من الصحفيين في المغرب إلا المطبولين إلا أقرع وعصابته فلذلك ملجأنا الوحيد هو المصادر الرئيسية كنمشي والرسلعين واضحة الرسالة موجهة لمحمد السادس بأنه لديه وعود وأجندات يدعي أنه سيقوم بإصلاح العديد من الأمور ولكن على أرض الواقع كنشوف أن هناك العديد من الاختلالات والعديد من التجاوزات وانتهاكات في حقوق الإنسان دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم